البلوروبين أولا البلوروبين هو مركب لوني ذا لون أحمر الابرتقالي يحدث من جهة تحلل خلايا الدم الحمر وبالتحديد جزء الهيم ومن ثم يمر بسلسة من التفاعلات حيثتها ينتج البلوروبين فعند تكسر خلايا الدم الحمر هنا يخرج جزء الهيموغلوبين وجزء الهيموغلوبين هذا هو المسؤول عن نقل الأوكسيجين والثناء أكسيديكاربون يخرج بالضبط منه أو يتحلل جزء منه وهو الهيم إلى مجرى الدم فتأتي الخلايا البلعمية أو الالتهامية ولا خلايا الدفاعية للتهم الأسلام الغريبة ثلثة قط جزء الهيموغلوبين وعند دخوله إلى الخلية البلعمية تحدث سلسلة من التفاعلات فيتحول الهيم إلى بايلفردن ومن ثم بايلفردن إلى بلوروبين وعند تحوله إلى بلوروبين يخرج من الخلية الكامية ويلتقطه جزء بروتيني يسمى الألبومين فيتبط الألبومين مع البلوروبين ويذهب إلى الكبت ولكن هذا يكون غير ذائب في المحلول يصعب النقل أو يسح طرحه كذلك عند ذهبه إلى الكبت يرتبط بمركب آخر يسمى غلوكورونيك أسيت وعند ارتباط غلوكورونيك أسيت ينتقل ثم بعد ذلك إلى الأسارة الصفراء أو ما تسمى بالمرارة هنا تصب أسارة الصفراء المادة بلوروبين في الأمعاء الغليظة عند مرور في الأمعاء الغليظة يطرح أما في الخروج وكذلك في أن هذا البلوروبين أو المادة الصفراء تساهم في هضم الدهون أو يمتص مرة أخرى ويذهب إلى الكليتين ويطرح في الإدراء مختبريا لدينا ثلاثة معايير تخص البلوروبين المحيار الأول هو التورتل سيرام بلوروبين والذي يشمل جزء الـ Direct والذي هو يتبط بالغلوكورونيك أسيت أي بعد دخوله إلى الكبت أو جزء الـ Indirect وهو الحر الذي يتبط بالألوروبين أي قبل دخوله إلى الكبت ما عرفت هذه المعايير وما عرفت أيهما هناك زيادة هل هو الـ Direct المزداد أم الـ Indirect هو سبب زيادة يمكننا من خلاله ما عرفت حالة مرضية هل هو سببه انسداد في الكبت أو في قناة الصفرة أو سبب تحلل دموي في خلايا الدم الحمر بالنسبة للأطفال عملية تكون الأب الصفار لديهم غالية ما تكون طبيعية ولكن بسبب كون كبد الطفل غير ناضج بصورة كبيرة وبسبب دخول دم الأم خلال المشيمة إلى دم الطفل كذلك فلا يستطيع كبد الطفل السيطرة أو تصفية كل نسبة البلوابين هذة فتتزاد نسبة أب الصفار لديهم بسبب كون الكبت غير ناضج عموماً ما عرفت حالة البلوابين أو ما عرفت أيهما معيار مزداد بالضبط فإذا لاحظنا أن هناك زيادة في الديكت غير رابين هذا يعزع إلى كون هناك إنسدات أو التهاب في الكبد أما إذا كنا هناك زيادة في نسبة الانديكت غير رابين هناك معناه حدوث تحلل دموي كبير في خلايا الدم الحمر أما بسبب أمراض دم التحليلية أو بسبب تكسر مفاجئ بسبب إصابة فيروسية أو بكتيرية أو بسبب قد تكون كدمة أو ضربة كبيرة بسبب التحليل الكبير كيف يتم حساب البلوابين مختبرياً؟ يتفاعل البلوابين مع مادة تسمى بالداي زوتايز سولفونيك أسيت وهذه المادة عند تفاعلها مع البلوابين تعطينا مركب لوني يسمى بالأزرع البلوابين وهذا المركب اللوني شدته اللونية تتناسب طريدياً مع تركيز البلوابين ولكن هذه المادة تتفاعل مع الدايكت بلوابين فبالحال الأولى نقوم بعزل أو بقسم عينة المريض إلى جزئين كلاً في قلينة معينة أو في تيوبا معينة في الحال الأولى نضيف هذه المادة ذات أزرع تايد سولفونيك أسيت وللاتفاعل فقط مع البلوابين الدايكت المترض بالكليوكورونيك أسيت فأن هذه الشدة اللونية ستعبر فقط عن تركيز البلوابين الدايكت ولكن كيف يتم حساب الانداركت؟ في أينة المريض التي تم عزلها في القلينة الثانية نقوم بإضافة مادة تسمى دائما في سولفورسايت وهذه المادة تتفاعل مع الانداركت بلوابين وتحرره من البومين فيتكون لدينا بلوابين متحرر هذا البلوابين المتحرر بالإضافة إلى كون هناك دايكت بلوابين كلها النوعان يتفاعلان مع مادة السلفلونيك أسيت أو داي أزوتاي السلفلونيك أسيت فالمركب اللوني الناتج يمثل البومي أو تؤفر البلوابين الكلي فآن لدينا معيارين هما البلوابين الكلي والبلوابين الدايكت نقوم بطرح البلوابين الدايكت من الكلي فيعطي لنا البلوابين الانداركت أو المتبط بالألبومي وبهذا يتم حساب كل البلوابين على أحدا